انا افهم ان اخد معاد منك في مكان عام مش كيف معنى الجنينة بالذات؟ ايه اصل الجنينة دي بتشكل يعني مكان قضيت فيه قضيت فيه يعني جزء كبير من حياتي ايه اعتبلك من سكان حدقك الحيواني؟ دريباً موجد في مصر بس؟ في مصر بس؟ اه في مصر بس وفي الغابات المفتوحة بقى في كينيا واغندا وتنزانيا انت بتحس ايه في الجنينة؟ بتحس براحة بتحس اصدقائك الحيوانات اه 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 ده this is the question حقيقي انا بحس هو ده بحس اني انا الناس دي اه لما اخذ الحيوانات دي اه ورايبة مني جدا الحيوانات المفترسة بالذات يا وستاذ مفين انا عايز اقول لك سيد عزقوال المفترسة بس بالذات بس اه يعني الاسد الببر الفهد الشيتة الفيل الزرافة الحمر الوحش الخرطيت السيد اشتر التمساح دي حيوانات احس انها قريبة مني جدا هل بتعبر عن حاجة فيك معرفش يمكن دي عقدة الخوف منهم خليتنا حبهم اه اه ممكن اه يعني سمحني في التعبير اي هل اللي بيقال انك انت فيك حتة جبن كده خوف هل حبك للحيوان المفترس تعبير عن جايز جايز انا ما فسرتش ده قبل كده انما انت بتحب بشدة اوي الحيوانات المفترسة اوي اه احسن ايه انك انت حافظ شعر كتبه مرة واحد اه عن الاسد اه حافظ كل الاشعار تقريبا يمكن عن الاسد وعظمها القصيدة القصيدة اللي قالها بشر بن عوانة قال ايه قال بيخاطب خاطبت فاطمة اه ده عمل المهر بتاعه موت اسد طلبوا منه ان المهر يكون يموت الاسد اللي في بطن خبت اه فراح موت الاسد وجابه اه مهر فاطمة بنت عمه اه فموته وجابه اه القنغر او الكنجارو 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 او القنغر اه كنت تقالف مشيته لا ده مشيته صعب لانه بينط بينط بيخفز اه انا بحب النسر سألته اريضا قال لي بحب المرأة القوية كيف تحلل هذا الاحساس فقد ايمكن ده سر سره ان فقد المهندس اه قوي اه في مجاله على المصح يعني في مجال الكوميديا اه جات فترة كان فقد المهندس هو الاسد الوحيد على مصح الكوميدي وكان هو وريث اه فن نجيب الرحاني وهو فن اللي امتزل الجماهير تذكره وقدره حتى الان لغاية نهضة احنا بندحك على شغل الرحاني اه فؤاد جه في الفترة اه اللي نجح فيها انه اه يعمل مزيج من المصح انت عارف فؤاد المهندس ابتدى بمصرح الفوتفيل اللي هو كان التركيبة اجنبية ومصاروها اللي هو كان امتداد لمصرح اه نجيب الرحاني نفسه بديع خيري هو نعم فكان هو الوحيد على المصرح بعد كده دخل في مصرحيات بنائها مصري ومضمونها مصري ايضا ونجح فيمكن القوة يمكن عشقه للقوة اه بيكمل قوته او داي لانه قوي هل هي شكل اشكال النرجسية الخفية اي فنان دره يبقى نرجسي نعم لا يمكن ان يوجد فنان غير نرجسي وإلا لم ينتج فنان اذا هي نرجسية مشروعة هي نرجسية مشروعة جميل ولها مقادير اذا زادت عن حدها جايز تضر الفنان لما هي مطلوبة للفنان هو يحب الحيوانات جدا ولكن يخاف منها جدا يخاف جدا يعني هو ليس شجاعا من الحيوانات انها ايه كل مثل في مرة كنا قاعدين بنفطر في الغابة في احد الفنادق اللوجيس الصغيرة في الغابة وعادة كان فين ده ده كان في منطقة اسمها امبوسيلي في كينيا على الحدود بين كينيا وتنزانيا وفي نسناس صغير والنسانيس دايما بتكون عادة وحنا بنفطر حوالينا يعني قرب من فؤاد المهندس وفجئنا بفؤاد المهندس يصرخ يعني بطريقة جنونية خوفا خوفا وهلعا وهلعا وضعرا انعا وقاد انت قريتك كده كليل أو ديمنا امال طبعا حبيته اوي اوي ما هدى من ضمن اسباب حبي للحيوان كليل أو ديمنا اه اريتك لازل امال طبعا يعني غرس فيك حب الحيوان طبعا وولدي كمان الله يرحمه كمان امال طب انت من امتى عوضو في جمعية الرفخ بالحيوان انا بقالي عشر سنين اه ايه الحكمة الاساسية في انتماءك لازل جمعية انا عوضو مجلس ادارة مش عوضو بس عام امال اه طب انت لما بتشوف حد بيعزب حيوان في الشارع ايه مشاعرك لا طبعا مشاعري مشاعري يعني بس دي مش عوانات مفترشة مؤلمة مؤلم مهما كان بق اه حتى لو كان مفترس اه يعني لو تشوف الاسد مثلا هو ميت وهو مضروب وميت اه يصعب على الكافر اه 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 انت حتى الاسد حتى الاسد لما يكون مضروب ميت يصعب عليا طبعا يعني وانحنا جايين من كينيا ضربنا اسد بالعربية اسد بيعادي اه فضربناه فمات اه فنزلوا يتفرجوا عليه شوفوه ده وهو عايش كان يبقى عامل إزاي كنا نقدر نقف الوقفة دي قدامه أنت بتفخر أنه الأسد يعايش طبعاً هل تعتقد أستاذ فؤاد أنها لمسة حضارية في الشعوب عملية احترام الحيوان أمان طبعاً لا شك هل إعنا بالمقياس ده نعتبر لا ما إحناش في المقياس ده الراجل رئيس جميعات التقي الرفق بالحيوان جيها علشان يشوف نظم الجمعية هنا وبعدين لقى طبعاً في الشوارع لقى الحمير اللي بتجور العربيات بتندرب الحسنة بتندرب ده قال لهم أحجز الطيارة اللي رجع وحس ورجع من الإحساس طبعاً أنت تحترم الحمار؟ قوي الحمار ده يجنم هو مش عشان الحمار نقوم ندايقه أو ندايق منه إنما لا وبعدين الحمار ده موجه حمار ده زكي جداً الحمار زكي طبعاً إيه موطن زكاوه؟ موطن زكاوه إنه يعرف صاحبه ويعرف المكان اللي عايش فيه ويعرف يكل إيه يعني ده زكاوه وده زكاوه برضه زكاوه فطري يعني ما هو حمار يعني حمار لا يعني فيه أحمر منه الحسن بتحس إيه فيه؟ ما عرف حسن ده أصله شايف نفسه حلو كده وصغير ويعني مش صغير يعني شايف نفسه حلو كده وجسمه حلو وكده عايش يقول إنه هو عنده زهو زهو وممال ممنور كده اه ومنور وديله مرفوع ورقبته مرفوعة يعني حاجة مين اللي بيشبيه لك الزرافة في وسط الفني؟ في الوسط الفني اه اه فتتتفكرش احمد بدير احمد بدير مماثر احمد بدير مماثر اه شبه الزرافة وفي النجمات في النجمات مفيش زرافة اه ممكن 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 ليلة فوزة زي الزرافة امال انت معلق ديل تعلب في العربية اه صحيح؟ اه وله ليه؟ بيقولوا بيجيب الحاجات الكويسة اه يعني يعني فال كويس فال كويس اه طب انا معرفش عندي كده يعني تأصيل لحبك للحيوانات اه يعني نفسي قرهولك انا بحيث انك انت حبك للحيوان زائد حبك للاطفال ايه معناه انك تتعاطف مع المخلوقات التي لا تفصح عن شكواها انت فصرت اللي جوايا والله صحيح والله اه هو ده طيب بالفعل انا مطمئن جدا وانا نايم في وسطهم انا مطمئنش وانا نايم مع زملائي في السرك انما الوفاء بتاعهم لي اني بنام في وسطهم وانا مطمئن جدا طبعا الحيوانات الحيوانات اوفى من من كثير من الناس فؤاد المهندس في حبه للحيوان هل ليه ده تأصيل عندك؟ انا بعتقد ان هو حبه للحيوان حبه للبدائية للبساطة كمان ناحية انه هو الحاجة للحيوان حاجة الحيوان الاعزل هو حبه انه هو قوي يعطيه هو عنده حتة العطاء دي كانت واضحة جداً وأنا كنت أحب من أحب الأشياء عندي كواليس فؤاد المهندس كواليس المسرح بتاع فؤاد المهندس بمعنى تلاقيه لما تحضر فؤاد المهندس في الكواليس تلاقيه ليه إيقاعات خاصة كده قمة الإنسانية تلاقيه ليه لمسات كده الجمهور بتاعه لما يخشونه الكواليس تلاقيه بيتكلم معهم أو قاعد هو نفسه متشوق للجمهور ده مش مثلاً واحد فنان مستاني ياخد معهم صورة مش عارفة إيه أو يضيق لأ ده هو يقول لهم يا ريت السطرة كده حتتأخر شوية كنا نقعد مع بعضينا كده يعني كان ليه حاجات تحس دي اللي بتخليه برضه يقبل على عالم الحيوان الحيوان ده أعزل ونقي ولا حول له ولا قوة ففؤاد المهندس بيجد يعني جزء العطاء اللي فيه بيسمر أنا أعرف أن الكاتب الفنان أحمد مهجت متعاطف أيضاً مع الحيوانات ويمكن دايماً أقرأ لك أنك أنت ترى أنه التعاطف مع الحيوان هو لمس حضرية في مجتمعه بهذا المقياس هل فؤاد المهندس تعاطفه مع الحيوان نتيجة شعور شخصي تجاه الحيوان ولا هو بس تأكيد لذاته كقوة ممكن يكون شعور شخصي ممكن يكون تأكيد لذاته وممكن يكون نتيجة تحضر فؤاد المهندس لأن الإنسان كلما كان متحضراً في داخله كلما كان عطوفاً وحانياً على الحيوانات لأنه مفروض أن الإنسان سيد الخليق السيد اللي لا يكون سيداً إلا إذا كان حانياً وقادراً على العطاء يعني السيد لا يكون سيداً بالأوامر تمام لا يكون سيداً بالحنان نعم فجائز جداً إنه والإحساس ده الحضاري ده بتاع العطف على الحيوان أو الرفق به مش ضروري يبقى يصادف التعلم ممكن رجل جاهل يكون متحضر ورجل دكتور ومتخرج من الجامعة ويكون غير مهندس قلق بشكل مهندس يعني اية وجه العظمة فيه؟ العظمة في كل حاجة فيه الوجه العظمة فيه في في المشي والطريقة والبصة بيهتز من إيه؟ ميهتزش من حاجة قابل يعني وحنا ماشيون في الغابة فنلاقي أسود قال لي سعد المدرب بتاعه بيقول لي أنه لما يبقى الأسد واكل ومبسوط ما يفترس حد ده صحيح؟ بالكلام مظبوط يعني أنا لو طلعت إيدي هنا لو دخلت إيدي دلوقتي لا 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 ما يعملش حاجة ما يعملش حاجة يمكن يدقها كده على سبيل الدواءان لكي يدقها بعدين هياكل إيه؟ بس أنا عند اقترابه مني هكون أنا كمان روح لا طب ما عارف أنا متأكد هكون التكلت أنا وإنت لكن أنا متهايئ لو أستاذ فؤاد حاجة مهمة هل هو حيوان زكي؟ يعني يقال أن الكلب بيعرف طبعا صاحبه أنا متصور أنه هذا الأسد بيعرف ساعد المدرب بتاعه طبعا هل حدرتك من التردد على هذه الجنينة؟ أنت تعرف حسن ده؟ لا أنا سمعت اسمه بس دلوقت يعني قصدي ما تشرفتش بمعرفته؟ لا لا لسه أول مرة تشرف بيع طيب هل هو حيوان زكي الأسد؟ والله أنا مش عارف يعني متهيئ لي أنه متوسط الزكاء أنا بعتقد أن حضرتك يمكن الحاجة الأساسية فيه اللي أنت عجبك مش الزكاء أنت عجبك القوة مش القوة لا الزاهو والكبرياء والألاطة بالمعنى أنت بتقول لي لما كنت في الغابات في أغندا كنت قبل ما توصل بميل صمت صمت الوردن اللي قدامنا المرافق يقول لنا إيه؟ أسكت أنت قلت عبارة عظيمة قوي قلت الأسد هناك وهبته معاه هبته معاه يعني هبته وتسبقه تسبقه الهيبة بتاعته نخرص خالص ما نتكلمش لغاية ما نروح نشوفه هو حركته دلوقتي يا أستاذ فؤاد حركة إيه؟ ألأ ولا إيه؟ آه يعني هو بيقول إيه؟ من لولادي اللي بره دول؟ أنا مش قادر أفهم آه يعني هم رزوني له النهاردة بناس ما نشأل لا شكله ما الفرق بينه وبين أسد السرك؟ لا أسد السرك من تهيقلي حاجة تانية يعني يعني حاجة تانية له يعني ده أسد نروش علاقة بالشهرة؟ لا 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 مش حاسس هو أن فيه تصوير ولا أي حاجة؟ لا لا ده من الشعب يعني ده نقول من الشعب يعني أسد جده؟ أسد على باب الله على باب الله إنما يعني أنت حبك في الأسود هل لي سبب فطفولتك؟ يعني أنا أحب الأسد أنا أقول لك على حاجة حكتها لي السيدة فضيلة توفيق إيه؟ الإزهارية المعروفة بتقول إن حضرتك مرة قلت إنك إنت دخلت حمام عند حد لقيت أسد جريت فضل يجري وراك لغاية مهدان الأبرى لا 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 السيدة فضيلة توفيق بتقول إن الأستاذ فقدر مهندس بيتمتع بخيال واسعة لا 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 إيه الحقيقة في الزبط؟ لا 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 حقيقة إن أنا دخلت حمام علشان يعني أقضي حاجة نعم فلقيت أسد جوه ألا ده حقيقة ده حقيقة؟ ده بيت مين ده؟ ده في بيت السيدة ساميحة توفيق الممثلة اللي كان أبوها اللي هو بتاع سرك الحلو اللي هو الأصلي فكانوا بيجيبوا الحيوانات اللي مش نافع في السرك يودوها البيت عندهم في الدقي في الفيلا لغاية ما تيجي عربية جنيت الحيوانات تاخدها فأنا التصدف إن إحنا بنعمل كروفو عندها في البيت في هذا اليوم فحبيت أخش الحمام فكان فيه أسد في الحمام فدخلت الحمام و بعدين ممكن تتصور حصل إيه حصل إيه؟ كالي ده إيه قاعد بقى جنيتو مرغيتو دا الأوبرا دي؟ لا مفيش دا الأوبرا انت جريت بقى؟ لا أنا مجريتش أنا طبعا الحاجة طبعا نزلت في أي مكان يعني ممكن نقول يعني جاي أقضي حاجة في الحمام نزلتي الحاجة في أي حجة في أي مكان يعني فاخرقت بالحمام وأنا يعني في حالة يعني تتمنى يبقى عندك أسد في البيت؟ كان عندي أسد في البيت لمدة 3 أسابيع حاجات غريبة أولاً ايه أسد فوقت ده؟ اه ليه؟ ربيت أسد صغرناً كده لمدة 3 أسابيع بس هو كان يعني ما يقدرش يعيش في الأماكن اللي إحنا نعيش فيها في الرفاهية في الرفاهية دي لا مش فوق فوديته بقى السيرك وتخلصت منه راح السيرك؟ راح السيرك يعني يبقى مشهور؟ لا ما نفعش ليه؟ ما نفعش ليه؟ جابوا هنا أظن وعملوا بيه حاجة هو كان لما أخذ غبي؟ كان هو فيه غباء هو عموماً أنا بالنسبة لزكاء الأسد الأسود عموماً ما هيش أذكية زي مثلاً زي الفهد الفهد أسكى الفهد أسكى الفهد أسكى وأسرع وعنده دماغه منوارة دايماً ويعرف يتصرف لأنه سريع وعنده فيزيكال فتنس مظبوط اللياقة عظيمة بدنية عظيمة آه فضيعاً فمتهيال يأذكى شوية من ده أستاذ فؤاد شوف المتهيال يعني تتميز بحاجة معينة؟ آه نابو شوف شوف نابو رهيب تعالى حسن تعالى يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن